مرة أخرى الجنرال اختياط بريك يدفق ناقوس الخطر لإسرائيل هو حذرهم قبل السابع من أكتوبر مع أن هذا قد يحدث ولم يسمعوا اليوم يحدثهم مرة أخرى يحذرهم اليوم على شكل مقال في صحيفة معاريذ يقول نحن قد ندخل في دوامة في غزة دوامة لا تنتهي حسب سلاح البرية اليوم لا يسمح للجيش الإسرائيلي أو وضعه لا يسمح له باحتلال قطاع غزة كاملا لأنه سيضطر إلى التمكل بقواته من مهمة إلى أخرى من مكان إلى آخر وهكذا سيعود مقاتلي حماس إلى هذه المناطق وينشأ وضع حسب رأيه لا يتمكن فيه الجيش الإسرائيلي من هزم حماس ولا في منطقة قتالية واحدة يقول دوامة نخرج من مكان عدد الجيش لا يكفي هناك في الشمال هناك في الضفة لكي نذهب إلى مكان آخر في غزة علينا أن نخلي المكان الأول وما أن نخليه حتى تعود حماس يقول حاليا الهجوم على رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على جاء الحماس تنهار وسيلحق ضرر لا يوصف بعلاقاتنا مع الدور الصديقة التي صنعت سلام معنا يقول حتى لو دمرنا أربع ألوية تابعة لحماس في رفح ستكون قوة تابعة لحماس قد رممت نفسها في أماكن أخرى سنذهب إليها ستكون في هذا الوقت في رفح قد عادت قوة حماس وفوق هذا كله سيكون قد انتهى السلام بين إسرائيل ومصر وهذه ستكون الضربة الأشد على الأمن الإسرائيلي ورأى بريك أن اجتياح رفح عزز عزم المدعي العام في محكمة الجينات الدولية كريم خان بإصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وقلند وقرار المدعي العام هو وصمة رهيبة على الجيش وعلى الدولة عموما ولن يمحى أبدا وسيلحق أضرار بنا في كافة المجالات وسنتحول إلى دولة منبوذة في كل العالم ويقول إسرائيل الآن تعهدت لأمريكا أن تسحب من رفح قواتها فور انتهاء العمليات يقول طيب كل العالم يعرف بدون أن نتعاهد لأمريكا ما نحن سننسحب من رفح بعد انتهاء العمليات وهذا بسبب النقص البالغ في قواتنا البرية وأخيرا وصف الجنرال المتقاعد اللي قلتلكم بعتبره رأيه مهم يضحك بريك تمجيد جلانت لقدرات الجيش الإسرائيلي وتهديداته لحماس وحزب الله بالأساس يقول هذا كلام فارغ كتب بالمقال يعني ودعا إلى إقالة جلانت من منصبه بشكل فوري وقال لا يمكن تصديق ولا كلمة واحدة تصدر عن جلانت وأي يوم يمر يتمسك فيه بمقاليد الحكم هو سيؤدي إلى تدهور آخر في الجيش وقال أيضا بعد جلانت يجب إقالة رئيس الجيش هيرتيا ليفي أما نتنياهو فبإمكان الشعب فقط إقالته في انتخابات مقبلة حسب المقال المهم الذي نشر اليوم في معارض اشتركوا في القناة